السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر مبارك إن شاء الله علينا وعليكم على جميع المشاهدين والمتابعين والعاملين في قناة الأيام أحبتي نبدأ هذه الحلقة في حوار مهم عن الهوية الدينية والهوية الوطنية عند التزاحم من يتقدم الهوية الدينية أم الهوية الوطنية أيهما يقدم وأيهما له الكعب الأعلى هذا الأمر انعكس على القوانين الوضعية والقوانين الإلهية إذن سنبحث هذا اليوم هذين الموضوعين المهمين وما هي العلاقة بينهما بصحبة ضيفنا في برنامجنا الأستاذ الدكتور مصدق حياك الله حياك الله دكتور مصدق أهلا وسهلا وشهر مبارك إن شاء الله رمضان مبارك عليك وعلى كل المشاهدين إن شاء الله نبدأ هذه الحلقة على بركة الله بعد فاصل قصير ابقوا معنا اشتركوا في القناة حياكم الله من جديد أحبتي عدنا لنبدأ هذه الحلقة على بركة الله ورحب بكم مرة أخرى ورحب بضيفي دكتور مصدق عادل حياك الله دكتور دكتور البداية مع القوانين الوضعية والإلهية والهوية الدينية والوطنية أيهما المقدمة؟ السلام عليكم تحيالك ولمشاهديك الكرام فيما يتعلق بالهوية الدينية والهوية الوطنية حقيقة هذا الأمر يتصور البعض أنهما لا يجتمعان باعتبار أن لكل منهما مجال منفصل عن الآخر لكن واقع الحال حقيقة بعد 2003 حصل هناك تحول كبير في الهوية الوطنية العراقية بالشكل اللي يتجسد في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ولهذا حقيقة بعد أن عرفت دستور نظام الحكم في العراق نجد أنه أقر بأن الإسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر من مصادر التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام لهذا حقيقة رغم أن هذا النص كان يتكرر في الدساتير العراقية والهوية الدينية كانت شبه مغيبة قبل عام 2003 لكن واقع الحال ارتقى إلى مستوى ثاني وهو دمج الهوية الوطنية بجزء من الهوية الدينية وأن كانت لم تحتويها كاملة حقيقة كثير من النصوص في دستور جمهورية العراق وردت فيها إشارة للشعائر الدينية وبضمنها الشعائر الحسينية وكذلك حرية الفكر والضمير وحرية العراقي في التزام بأحوال الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار وينظم ذلك بقانون المحكمة الاتحادية العليا نجد أن جزء من تشكيلتها باعتبارها المحكمة المكلفة بحماية الدستورية وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي للدلالة على عمق الهوية الدينية في النصوص التشرعية الهوية الدينية أي هوية ما هو الدين له قراءات عديدة وإن كان أنا لا أريد أن أخوذ بدائرة قراءات القراءات الدينية لكن هناك قراءة على الأقل مع التعددية في العراق فضلا عن العالم الإسلامي بشكل عام هناك تعددية في القراءة الدينية هناك قراءة سنية هناك قراءة شيعية هناك قراءة غير السنية وشيعية للدين الإسلامي نعم حقيقة فيما يتعلق بالهوية المحددة في دستور جمهورية العراق فإنها لم يصار إلى تفضيل أي من الهويات الفرعية على الهوية الرئيسية فبالتالي ما رح نشوف باستثناء المادة 41 من الدستور تقول أن العراقيون أحرار في الاتزام بأحوالهم الشخصية وفق الدين أو المذهب أو الاختيار فبالتالي مسألة الدين هي مقدمة على المذهب وبالتالي لا توجد هناك في الواقع نصوص قانونية أو تشريعات تعالج مسألة الهوية الدينية العراقية الفرعية باستثناء قوانين دواوين الأوقاف السنية والشيعية التي صدرت عام 2011 أما فيما يتعلق بباقي التشريعات كقانون الأحوال الشخصية رقم 188 للسنة 59 فهذا الأمر حقيقة أبارة عن خليط وكوكتيل من الأحكام الشرعية الخاصة بكل المذاهب لهذا لغاية يومنا هذا لا نجد هناك وضح في الهويات الدينية الفرعية بالعراق بقدر ما يكون عنوان عريض وهو الإسلام دين الدولة الرسمي وبالتالي الديانة الإسلامية هي الهوية الباردة حتى فيما يتعلق بمسألة الأسرة يعني بالمادة 29 من تعالج الدستور مسألة الأسرة قال تحافظ الدولة على القيم الدينية والأخلاقية والوطنية وبالتالي قدم القيم الدينية على الوطنية لهذا بقى المشرع الدستوري والمشرع القانوني في العراق في إطار عام من الهوية الإسلامية دون أن يغلب أحدهما على الأخرى باستثناء ما ورد من إشارات في بعض مواد الدستور بحرية ممارسة الشعائر بما فيها الشعائر الحسينية جيد دكتور إذن الدستور قدم الهوية الدينية على الهوية الوطنية نعم فيما يتعلق بالأسرة فقط لأهميتها باعتبارها اللبنة الأساسية في كل المجتمعات إن صلح الصلحة كل المجتمع لكن حقيقة لو نأكس هذه الهوية على التشريعات السابقة التي صدرت قبل عام 2003 نستطيع أن نقول أن المشرع العراقي ومجلس النواب ومجلس الوزراء لغاية يومنا هذا لم يفلحوا في بناء معالم هوية دينية واضحة متكاملة الجوانب باعتبار أن هناك تركة ثقيلة من التشريعات لم يصار لا إلى إلغاءها ولا إلى تعجيلها لكي تنسجم مع الهوية الجديدة في العراق جاي دكتور إذن بكلمة فصل الدستور قدم من؟ قدم الدين أم الدولة؟ حقيقة الدستور قدم الإسلام دين الدولة الرسمي وفيما يتعلق بالأسرة قدم القيم الدينية على القيم الوطنية لهذا فالدين مقدم على الهوية الوطنية ويدلل هذا أن الدستور عالج الهوية الإسلامية للعراق بالمادة 2 في حين عالج سيادة القانون بالمادة 7 من الدستور والمساواة أمام القانون في المادة 14 لهذا حقيقة نستطيع أن نقول أن الدستور جمهورية العراق هو أقرب ما يكون إلى أن نغلب الاعتبارات الإسلامية على غيرها من الاعتبارات المدنية ودليلنا في هذا حتى في حال الحضر الموجود على مجلس النواب قال لا يجسن قانون يتعرض مع ثوابة الإسلام وبعد ذلك قال لا يجسن قانون يتعرض مع الحقوق والحريات الأساسية بمعنى أن الهوية الإسلامية مقدمة على الحقوق والحريات والهوية المدنية جيد دكتور هذا الكلام طبعا فيه نوعا ما خطورة باعتبار أن الدين الإسلامي فيه قاعدة غير مختلف عليها ومتفق عليها عدى كل المذهب نصرة المسلم المستضعف في أي مكان من سمع مسلما ينادي ومسلماه ولم ينصره فليس بمسلم وإن كان هذا المسلم يختلف معي بالبلد إذن القانون يتيح للمسلم نصرة أخاه المسلم في غير بلد وهذا يعارض بعض النصوص الدستورية القانونية نعم حقيقة يجب أن نفرق بين مسألتين المسألة الأولى هي مسألة النصرة والتأييد والمعازرة والتعاون فهذا الأمر حقيقة لا توجد عليه أي غبار وهو مشروع باعتباره لا ينطوي تحت أي خانة من نصوص قانون العقوبات أو القوانين الجزائية العراقية أما فيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي يوجد بها حضر أو تجريم من المشرع العراقي حقيقة تقف هنا مسألة التضامن الإسلامي أو التكاتف باعتبار أنه مجرد ننتقل من خانة الفعل المشروع إلى خانة الغير فعل الغير مشروع فإننا نصبح أمام مخالفة قانونية لهذا حقيقة هذا الأمر لم يتم معالجته بصورة واضحة ودقيقة فيما يتعلق بالمناصرة أو المؤازرة الكلية بين المسلمين سواء داخل العراق أو خارجه لهذا هذا الأولى حقيقة الإسلامية يعني أنا اليوم دكتور أنا اليوم عدي سوريا مثلا تتعرض إلى قصف أو عدي مثلا فلسطين تتعرض إلى قصف الدين الإسلامي يقل لواجبك أنه تنصرهم نعم لكن من الناحية القانونية في بعض الأحيان يعتبر هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون باعتبار أنه أنت ستخرج من الحدود خارج السياقات والإجراءات القانونية وقد تشترك بقتال مسلح وبالتالي سنتقل من قارة الفعل المشروع من الناحية القانونية فقط أحكي لك طبعا دكتور ليش قبل قليل قلت الكعب الأعلى في الدستور للدين نعم أسمعك قبل قليل جنابك الكريم قلت أن الدستور يعطي السبق للدين أكيد الآن الدين له حكم والدستور يعارض هذا الحكم أكيد يعني إحنا أنا ذكرت لك هذا الموقف الدستوري وذكرت لك أيضا هناك العديد من القوانين التي ورثناها من قبل النظام البائد قبل عام 2003 ولغاية يومنا هذا لم تجرم يعني لو نجي على الأبسط مسألة رغم أن المادة 29 منها الدستور تقول تحافظ الدولة على القيم الدينية والوطنية والأخلاقية للأسرة نجي القانون الأحوال الشخصية العراقي بالتحديد مادة 57 نجد أن مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء لغاية يومنا هذا يوجد هناك منع من مذيط الطفل مع والده فهنا أمام مخالفة شرعية باعتبار أن الحضانة هي حق لكل الأب والأم وفق الشرع وبالتالي مسألة قيام المشرع العراقي في البقاء ناص يخالف الشرع الإسلامية يذهب بمعالم الدولة الإسلامية أو الدولة ذات الهوية الإسلامية التي يفترض أن تكون مسيطرة على الأحوال الشخصية الأمور لا تقف إلى هذا المستوى إلى مستوى أسرة وحضانة ابن بين الأب والأم الأمر أكبر من ذلك بكثير أنا اليوم مثلا عندي ناص أيضا متسالم عليه عند السنة والشيعة المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا الآن مثلا العراق يتعرض لأزمة مثلا عندنا قاعدة على سبيل المثال لإسرائيل في العراق تعمل بشكل سري لما تجد دولة جارة تقصفها يعتبر هذا انتهاك للبعض يعتبره انتهاك لسيادة العراق نعم هذا الأمر حقيقة مثل ما ذكرت لك نحن من ننظر لنصوص الدستور أو نصوص المنظومة القانونية يفترض ننظر لها كجسد واحد ففي التالي اليوم رغم ان الهوية الاسلامية هي مقدمة على الهوية الوطنية لكن نصوص الدستور حقيقة ما نقدر نجزعها يعني من نقول الاسلام دين الدولة الرسمي نفس الوقت اكو مادة قبلها تقول العراق دولة ذات سيادة كاملة وتحافظ جميع السلطات على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه فبالتالي ما اقدر اني اجزع نصوص الدستور واخد اللي يخدم قضيتي واترك ما عداها لان حقيقة هي عبارة عن منظومة كاملة اما ان اقدر بكل المنظومة الدستورية والقانونية او اتركها اليوم كل دول العالم لا يوجد هناك ضير من ان تعتنق الهوية الاسلامية وفي نفس الوقت يصار الى الالتزام بالسيادة الوطنية اليوم السيادة الوطنية اصبح من المبادئ المتفق عليها بين جميع الدول سواء كانت الاسلامية وغير الاسلامية فبالتالي مسألة قيام البعض بنصرة المسلمين في مشارق الارض او مغاربها هذا الامر من الناحية الشرعي لا يوجد فيها اي غبار بل على العكس ان الاسلام قد اباح الجهاد في جميع مشارق الارض ومغاربها ضد الظلم وضد المعتجين وضد من ينتهك الحرومات وهذا ثابت شرعا اما من تجي تنظر له من الناحية القانونية البعض ينظر له الى جريمة والبعض الاخر ينظر له الى ارهاب فبالتالي هذه المسألة تختلف من دولة الى اخرى ومن مكان الى مكان اخر ومن زمان الى زمان دكتور عمليا من الذي له العمليا لا تحدث على مستوى نظرية على مستوى خط حبر على ورق نعم عمليا من المقدم باي مسألة مقدمة القانون الوضعي والقانون الالهي بالعراق في الوقت الحالي نعم وظل القوانين القديمة الصادرة في زمن النظام البائد مقدم الهوية القانونية على الهوية الاسلامية رغم ان الدستور يوجب اصدار التشريعات التي تنسج مع الشريعة الاسلامية فبالتالي اليوم حقيقة العراق يعيش في متناقضين المتناقض الاول التركة السابقة التي ورثها عبارة عن منظومة حقيقة نستطيع ان نقول انها تخالف غالبية الاحكام الشرعية يعني افسد شيء المسألة التي ذكرتها حضرتك قبل قليل المسألة الثانية الفوائد الربوية لو نرجع لقانون البنك المركزي العراقي اللي اصدر بولي بريمار اللي رقم 56 في 2004 يجيز تقاضي الفوائد الربوية وبالتالي يعتبر من وجهة نظر الدولة والدولة العراقية مشروع لانه صدر بالاستناد الى قانون رغم ان المادة اثنين من الدستور تقول لا يجوز قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام والفوائد الربوية تعتبر تتعارض مع ثوابت الاسلام باعتبار متفق عليها بين السنة والشيعة غيرها مسائل العقوبات الجنائية لا توجد هناك عقوبات جنائية مثل ما هي مطبقة في الشريعة الاسلامية يعني بالنسبة لو نرجع لقانون العقوبات نجد بعض الجرائم تصل فيها العقوبة الى الاعدام في حين انه من منظور الشريعة الاسلامية هي قد تكون عقوبة تعزيرية او الرجم او غيرها فبالتالي مسألة القوانين العراقية لا زالت لغاية يومنا هذا لم تحاكي الهوية الاسلامية التي ورد النص عليها في العديد من نصوص الدستور العراقي جيد دكتور ايهما الافضل ان ينتمي الانسان ينتمي للدين ام الوطن ام كلاهما حقيقة من وجهة نظر الشخصية الشخص اذا كان انتماء الاسلامي صحيح هو راح يكون بالفترة محب لوطنه خلاف ذلك انه اذا كان هو محب لوطنه مو بالضرورة راح يكون ميال كل الميل باتجاه الدين الاسلامي باعتبر ان كل شخص الى ايدلوجيته وفهمه ورؤيته وبالتالي عندما تتعارض مصلحة الوطن هو انا اريد اجيب الكلام لهالمستوى عندما تتعارض الهوية الدينية مع الهوية الوطنية من الذي يقدم؟ وفق وجهة نظري يفترض تقديم الهوية الدينية لكن بالمنظومة التشريعية والسياسية العراقية يقدم الهوية الوطنية على الهوية الدينية دكتور لا اتحدث على مستوى القوانين اتحدث بشكل اعام من ذلك نعم عدي دين وعدي دولة ياه اللي اقدمه عن نفسي اقدم الهوية الدينية على الهوية الوطنية الهوية الدينية؟ نعم جيد حتى عند التزاحم حتى عند التزاحم ودليلنا حقيقة ليش دكتور هذا وطن هذا وطن اللي ما عنده وطن ما عنده دين بالعكس اللي ما عنده دين ما عنده وطن لأن حقيقة تلتزم بهويتك الدينية واني اجيب النسبة الي انظر الها من ناحية وضعي من ناحية قانونية بحتة انا لو ما اهمية الدين ليش ان الدستور العراقي في ديباشتة يشير الى المراجع الدينية ويشير الى المآسي ويشير الى ان مصدر السلطة هو الله ولماذا يشير الى ان الاسلام دين الدولة الرسمي ولماذا يشير ان العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية وفق الدين ولماذا يشير الى حرية الاجيان والمكونات والمعتقدات كل هذا حقيقة اشارات دكتور يعني اذا لقيت مسلم اذا لقيت مسلم يحتاج المساعدة او هو بغير بلد ديني يحتم علي اساعده اكيد بس القانون الوضعي ما يسمح لي نعم حقيقة الدين هو الهوية الدينية هي تستغرق الهوية الوطنية يعني هناك خلاف فيما يتعلق بمسألة هذه الجزئة حقيقة اذا اخذنا بالهوية الدينية معنى هذا ان الحدود الجغرافية ستكون صفر ولا محل لها من الاعراب اما اذا اخذنا بالهوية الوطنية وغلبناها على الدينية دكتور الى حيث خلت روح الى حيث الحدود الجغرافية هو من الذي وضع الحدود الجغرافية اجابها نص الهي الوطنين عندما قاموا بتقسيم العراق والدول العربية وغيرها ولهذا حقيقة ذكرت لك ان المقدم وفقا لنصوص الدستور يفترض ان تكون هويتنا الاسلامية هي المنطلق لتوجيه القانون ولتوجيه شؤون العباد وحتى لتوجيه اعمال الدولة لا يوجد هناك ضير من ان يصار الى التوجه للااخذ بعض ملامح الاسلام في العديد من المناحة يعني على سبيل المثال ما هو الضير ان قامت الدولة العراقية بالغاء الفوائد وتحولت الى المصارف الاسلامية ماذا سيحصل؟ العراق دولة نفطية ويوجد لديه الكثير من الواردات وبالتالي ما رح يتأثر العراق بهذه المسألة باستثناء بعض الالتزامات والقيود الدولية حقيقة التي ترهق العراق دون وجود اي مزايا او فوائد لهذا حقيقة الهوية الدينية يفترض هي التي تسود باعتبار اذا سادت الهوية الدينية في دولة معينة معنى هذا انه سيتحقق انسجام ستتحقق وحدة وطنية سيتحقق تلاحم تضامن وبالتالي الاجانب او اعداء الوطن او الامة سوف لن تكون هناك لهم ارضية لشق الاصطف الوطني خلافا لما هو عليه الحال فيما لو تمتكنا بالهوية الوطنية وتركنا الدين فانه حقيقة سيكون ذلك مثارا للفرقة وزعزعة الوحدة الوطنية وزعزعة القيام وبالتالي سيؤثر على وضع الدولة ككل دكتور البعض البعض يقدم الهوية الوطنية على الهوية الدينية يعني اذا تعارضت مصلحة الدين والوطن يقدم مصلحة الوطن على مصلحة الدين حتى من بعض التيارات او الاحزاب او الحركات السياسية بعضها اسلامية او تلبس هذا ازاي حقيقة الدستور العراقي والقانون العراقي يجيز حرية التعبير عن الرأي شريطة اللا يخالف النظام العام والاداب طالما انه كانت لا توجد فيها اي مخالفة بإمكان اي شخص ان يمارس حرية تعبير عن الرأي ويفضل الهوية الوطنية على الاسلامية لكن حقيقة من يفعل هذا سرعان ما ستكشفه السنين باعتبار انه الانصر الزمن هو كفيل بتبدل المواقف فما كان اليوم وطنيا سيصبح يوم غد غير وطني وما كان مصلحة عليا سيصبح يوم غد غير دي مصلحة عليا لهذا حقيقة خلاف اللي ما هو عليه الحال بالنسبة للهوية الاسلامية الهوية الاسلامية ثابتة بتغير الازمان الاحكام حقيقة شبه ثابتة ومستقر عليها الحدود واضحة فكل الامور واضحة خلاف اللي ما هو عليه الحال بالنسبة للمصلحة الوطنية يعني اضرب لك مثل يعني اذا نجع المصلحة الوطنية البعض يقول ان العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية فيها خير كثير لمصلحة الوطن في العراق في حين انا ارى خلاف ذلك ان المصلحة في العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية من منظور اسلامي لا تجلب الا الشقاء والبؤس والحروب للعراق وغيرها من الدول ولهذا هذا المسألة متغيرة من شخص الى اخر وبالتالي تخضع لجملة من العوامل والبيئة وغيرها من الظروف المحيطة بكل شخص على حدا جاي الدكتور خلي نرجع خطوة للخلف هو من الذي وطن الوطن من الذي رسم الوطن بهذه الحدود وهذه الابعاد حتى انا اقدم الوطن على الدين يعني هو اكون نص الهي يعني عليه اساس حقيقة هي اجتهاد يعني احنا اذا نجي على النص الالهي فالقرآن الكريم ماضح يقول بسم الله الرحمن الرحيم من لم يحكم بغير كتاب الله فقد كفر فاحنا اليوم اذا نجي نتمسك حرفيا بالشريعة الاسلامية حقيقة سيصل هذا بنا الى نتيجة هي رفض مسألة القانون الوضعي والاحكام الوضعية وهذا الامر حقيقة يعني ما مقبول لدى غالبية المختصين بالقانون او غالبية المختصين بكل العلوم الاخرى فهذا الامر حقيقة نستشف منه انه الاسلام هو الاساس في خلق الهوية الوطنية وليس العكس طبعا هاي بالنسبة لللي اتجاهها ملتزم دينيا اما بالنسبة للشخص اللي يؤمن بالمدنية والمساوى امام القانون وحرية الفكر والضمير وغيرها فهذا الامر حقيقة قد يعترض عليه باعتبر انه له رؤى وفلسفة خاصة فيما يتعلق يعني من يرى من يرى يعني النظرية او يعمل بالنظرية المادية او المدنية صح الا يصطدم مع واقع بان هذه الحدود وضعتها قوى كبرى وفق مصلحته يعني ان اليوم اذا اخرج من الصندوق وانظر الى الحدود هل من مصلحة العراق ان يكون بهذا الشكل من مصلحة الاكراد ان يكونوا بهذا الشكل من مصلحة سوريا من مصلحة اجد ان هذه الحدود قد قسمت بشكل يعني يثير الفوضى بشكل كبير وتجر الحروب والويلات لاسيما في الشرق الاوسط وبعض مناطق اسية نعم حقيقة هذا الامر قلت لك يختلف من شخص الى اخر فمسألة الحدود احنا من يقدر ننكر مسألة وجود دستور وقانون وبالتالي نضع جانبا ونذهب كليا الى الجوانب الاسلامية والشرعية يعني ما تستطيع الدولة تطبيقه من التعاليم الاسلامية والهوية الدينية فانها لن تتردد في تطبيقها اما مسألة اذابة الحدود فحقيقة هذا الامر يعني صعب من الناحية القانونية والدستورية باعتبار انه مثل ما نقول عليه في بعض الاحيان هذا ما وجدنا عليه آباءنا فبالتالي مسألة هذا التقسيم للحدود هي اصبح مثل العرف الدولي المتعارف عليه بين جميع الدول وبالتالي نعتقد ان الدول الاسلامية وغير الاسلامية قد التزمت بهذا التقسيم كواقع حال سواء كان هذا يحقق الدولة الاسلامية او لا يحققها باعتبار انه في بعض الاحيان يفترض انه على كل مواطن وعلى المختصين وعلى حتى المسلم ان يساير الوضع العام الذي يعيش فيه فبالتالي مسألة استيادة الوطنية اعتقد من وجهة نظري لا يوجد هناك تعارض بينها وبين الهوية الاسلامية باعتبار انه مسألة الحدود لا تمنع المواطن المسلم من مساعدة اخيه بالمال او بالدعاء عفوا اسمح لي دكتور باستثناء ان يصل الامر الى جريمة معاقب عليها فهذا الامر هو الذي غير مشرع دكتور ليش الاتحاد الاوروبي رفع الحدود فيما بينه وكأنها بقعة واحدة وكأنها دولة واحدة تقريبا نذهب الى الولايات المتحدة نجد نفس الشيء موجود في الولايات المتحدة ليش احنا دائما نغذى فكريا يغذونا فكريا انه لا انتو حدود وما لعلاقة بسوريا وسوريا ما لها علاقة بيه وما لعلاقة بايران وايران ما لها علاقة بيه وما ممكن انه يدخل واحد بالشي اسمه وبلدي احوج الي من هالكلام نعم حقيقة اول مسألة يفترض احنا نخلي الامور بنصب هالقانون السليم مسألة التعاون مع دول الجوار والاشتراك معهم في الاعزان والافراح والمآسي والنكبات هذا الامر واقع حال والدليل على هذا انه مسألة الحدود وغيرها مثل ما ذكرت لك انه هذا ما وجدنا عليه اباءنا مسألة تغاضي هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية والدولية يجعلنا نقرر بالعديد من المسائل الغير منطقية على سبيل المثال لو نذهب بالفرضية اللي حضرتك طرحتها مسألة انه يفترض ان تكون الدولة الاسلامية في الدول العربية ودول الاسلامية واحدة هذا الامر سيؤجي الى اختلاف القوانين والانظمة يعني اضرب لك مثل فيما يتعلق بمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني سعودية دول الخليج حتى جزء من تركيا عشرات الدول طبعت مع الكيان الصهيوني فبالتالي اذا اجي اخذ بنظريتك معناها قانون حضر حزب حضر التطبيع مع الكيان الاسرائيلي وغير سوف لن يطبق في العراق لانه لازم اكيف منظومتي القانونية مع الدول التي ساصبح جزء منها دكتور انا اتحدث عن موضوع كلي انت جبتنا على موضوع جزئي هاي جزء مننا استاذ احنا اتحدث عن نظرية بما هي نظرية اقول اوروبا في داخلك خلافات لكن اوروبا توحدت بعملة ورفعت الحدود فيما بينها وفيزا وحدة تدخل ستة وعشرين دولة اوروبية وكأنه بقع واحدة وكذلك الكلام في الولايات المتحدة الامريكية ليش احنا يرذونه احنا يرذونه فكريا انه ما لنا علاقة بدول الجوار وان كان اخوك يشترك معك في القبيلة ويشترك معك في العرق ويشترك معك في الدين ولعله حتى في المذهب حقيقة استطيع ان نقول انها جزء من الحرب النعمة او القوى النعمة تستخدمها الولايات المتحدة ومن يتحالف معها لكن هو هذا الامر لا تستطيع الدول العربية والدول الاسلامية تغلب عليه لعدة اسباب يعني نضرب مثل يعني اذا اخذت بنظريتك وذهبت الى مسألة انه يفترض ان يكون تلاحم بين الشعب العراقي والشعب السوري او الشعب التركي او الشعب الكويتي او السعودي او الايراني او غيرها من الدول هذا الامر حقيقة رح يرتب مشاكل على المستوى الدولي اولها يعني مسألة نصيب الفرد من الدخل القوم اللي هو يحسب على اساس مجموع ترواته وما يصدره من نفط وغيرها حقيقة المنطقة العربية والاسلامية غير مؤهلة بالوقت الحالي لمسألة رفع شعار دولة اسلامية او ازاحة الحدود الجغرافية باعتبار انه الاول شيء تصنف كدول عالم ثالث المسألة الثانية غير مستقرة امنية دكتور عفو عفو انا ما اريد اذا اريد اذكر كلمة لأحدهم يقول دول اللي صنفونا دول عالم ثالث وهم صنفوا انفسهم دول متطورة ومجلسة وفي حين غفلة من العالم دكتور احنا ما كنا منذ ان خلقنا الله دولات كنتم امة واحدة احنا نتحدث الان عن امة وحدة هم اجوا وقسمونه وهم اجوا وفرقونه بشكل انه نكون احنا دائما متناحرين ومتحاربين ما اتحدث فقط عن دول الوطن العربي اتحدث لا اذا ذهبنا مثلا الى بعض دول اسيا بعض دول اسيا نفس الكلام يعني لما تنظر الى مثلا الهند وباكستان وكشمير وبنغاليا راح تشوف هذه على صفيحة من نار هذه منطقة يا ساعة تنفجر ثلاث دول ثلاث دول تمتلك نووي وعدها قابلية كبيرة جدا للحرب ومتنازعة تشوف تقسيم الاكراد بجانب اخر قسموا الاكراد جزء بتركيا جزء بسوريا جزء بايران جزء بالعراق و24 ساعة يتحاربون هاي الاقالم تتحاربوا والدول والحكومات المركزية انا اقول انه احنا ما كنا هدش مقسمين هم الذين قسمونا بشكل انه ما نستقر وما نهدئ حقيقة هذا الامر بسبب يعني شخص القرآن الكريم ان الله لا يغير ما بقوما حتى يغير ما بانفسهم وبالتالي هذا الامر اللي حصل وهذا التشتت الموجود هو ليس بفعل الاحتلال او الدول العالم الاول او العالم المتعدة او البريطانيين بقدر ما يكون هو بسبب الاوضاع الداخلية لكل دولة من الدول الاسلامية اليوم حقيقة المخاطر او الازمات او المشاكل هي مثل ما تفضلت حضرتك هي مصطنعة في كل الدول يعني قبل فترة شفنا بسودان قبل فترة بسوريا قبل فترة صارتنا بالعراق جزء منها فهذا الامر حقيقة هو اللي يخلي هذه الدول الكبرى استيطر على المقدرات الاقتصادية وهي هذا كل ما يحصل في العالم من عدم ازالة الحدود الجغرافية بين الدول الاسلامية وغيرها هو من اجل استمرار الدول الخارجية في السيطرة على المقدرات الاقتصادية ولهذا العامل الاقتصادي حقيقة والحرب الناعمة هي من تغذي هذه الصراعات وبالتالي اذا انتهت هذه الصراعات بالتالي سوف لن يكون هناك وجود للدول الكبرى يعني احنا نضرب مثل في العراق يعني هذا ما موجود هذا التنحر بين المكونات من 2003 لغاية يومنا هذا سينتفي سبب وجود القواعد الامريكية في العراق لهذا حقيقة ادامة هذا الصراع وتمويله وتغذيته من قبل الدول الغربية هو الاساس في وجودها واستمرار ديمومتها لهذا نعتقد انه طالما الشعوب الاسلامية لم تلتفت الى انفسها ولم تلتفت الى هويتها الدينية ولم تلتفت الى ما اراد الله لها ان تكون خلفاء في الارض نعتقد ان هذا الخراب والفوضى ومسقوط الدول الاسلامية سيستمر وبالتالي لن تجدي محاولات فردية من هذه الدولة او تلك بقدر ما نشاهد استمرار وتغذية هذه الصراعات الى حين ظهور الامام الحجة عجل الله فرجا بالتالي هذه الامور نرجع ونقول ان السبب اللي يجعلنا ان نغلب الهوية الدينية على الهوية الوطنية ان الهوية الدينية هي ثابتة لا تتغير بتغير المخاطر وبالتالي يفترض على كل شخص ان يحافظ على هذه الهوية لان اذا حافظ على دينه الدين يوجب عليه ان يدافع عن وطنه وليس العكز مو كل شخص يحافظ على هويته الوطنية يلزم عليه الوطن ان يدافع عن دينه دكتور اذا رجعنا لحركة الانبياء والاولياء ما راح نلقى اكو قيمة للوطن هاي القيمة اليوم احنا ينادي بها البعض اكو قيمة ولكن بسيطة مو بالمستوى اللي احنا اليوم يعني يروج لها يعني مثلا لما اشوف مثلا على سبيل المثال ابو الانبياء ابراهيم حركته من العراق الى الاردن الى سوريا الى الحجاز رجوعا للعراق نوح ويعني حركته في العالم حتى اهل البيت سلام الله عليهم الحسين امير المؤمنين الامير المؤمنين خولد في مكة وانتقل للمدينة او اجل العراق واستقر بالعراق الامام الحسين عليه السلام كذلك يعني ما كان اكو اعتبار لذاك الاعتبار اللي احنا بهذا التضخير اصلا يعني اه ولم تكن هاي القراني عبره ولم تكن ارضي واسعة ليش احنا اليوم كبرنا هذا الاعتبار كلش سونا وكأنه هو حتى صارنا اصلا الناقش ياهو اللي تقدم دين له دولة نعم حقيقة حتى الدين الاسلامي لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان يعني الدليل على هذا انه مسألة الاجتهاد يعني اختلفوا عليه المسلمين قسم قطع باب الاجتهاد والقسم الاخر قال الاجتهاد مفتوح الى يوم القيامة وبالتالي هذا الامر بسبب تغير الازمان وتغير الاحوال وبالتالي الدين الاسلامي ما يمنع انه مسألة التنقل وما يمنع مسألة التآلف وما يمنع مسألة انه الانتقال من حال الى حال اخر طالما كان لا يخالف احكام الشراء ولا يخالف احكام القانون لهذا مسألة هذا التغير بالحياة هو جزء من سنة الحياة وسنة التطور وبالتالي حتى لو امثلة اللي ضربتها حضرتك يعني لو اعيد الزمن مع وسائل الحديثة في التنقل سيضطر الامر والانبياء لا استخدامه فبالتالي مسألة هذا التنقل نعم في ظل الاعداد السابقة من السكان وفي ظل عدم وجود منجزات التطور التكنولوجي نعم كان هذا الانتقال متاح لكل المواطنين في مشارق الارض ومغربها لكن مع هذه ثورة التطورات التكنولوجية مع ظهور القانون الوضعي مع ظهور المذاهب الفكرية الكثيرة هذا الامر كل حقيقة يشكل محددات للحياة سواء الحياة الاسلامية او الحياة داخل اطار الدولة الواحدة لهذا لا يستطيع المسلم او غير المسلم ان يتجاهل كل هذه القيود التي اصبحت جزء من حياة اليومية بل حتى الدول لا تستطيع ان تتجاهل هذا الامر يعني بحيث انه اذا تم تجاهل هذه القيود وهذه الحدود حقيقة ستحدث مشاكل كبرى حتى الدين الاسلامي قد لا يرضى ببعض منها يعني انا اضرب لك مثل لو خرقنا مسألة الحدود لو خرقنا مسألة الحدود وهناك نقل جوي ما الذي سيحصل اذا كل دولة اطير على جيرانها او تروح يمنى او يزرى او امام هذا الامر جزء اصبح من متطلبات العصر الحديث والاسلام حقيقة انا حتى لا يهم كلام الرفض التام بتطور تكنولوجي او حتى المحافظة على الحدود لا تعرض حقيقة بين الاسلام وبين السيادة باستثناء بعض الامور اللي ذكرتها حضرتك فيما يتعلق بالنصرة والمقاومة وغيرها دكتور لعد شلون اوروبا قادر السيطر ليش انا اتصور ان مسألة الحدود في الاسلام ضعيفة جدا يعني الاسلام ما اكد على الحدود والسيادة الداخلية وما لك غرض باخوك المسلم اللي بغير دولة حقيقة انا اشوف يعني شلون ببرة اوروبا تعيش تعيش ومحافظة على كيانها كدولة كدولات كدول عبر عنها وهي في نفس الوقت المتحدة نعم لان كان نظام الحكم في الاسلام يختلف عن ما هو مطبق عليه اليوم يعني هسا البعض يقولون ان الدول الاسلامية تحكم بمسألة وامرهم شورى بينهم وغيرها هذه الامور حقيقة يعني بالنسبة اضرب لك مثل في العراق اندثرت لا وجود للشورى والدليل حتى في الدولة الاسلامية اذا اخذنا بمبدأ الشرع وامرهم شورى بينهم لتغيرت مسألة الخلافة وهذا الامر ايضا بسجالات وخلافات كثيرة وهذا الاختلاف حقيقة فيما يتعلق بالخلافة هو الذي فتح الباب على مصراعه امام اختلاف الامة الاسلامية على مر العصور لهذا اليوم من يشكل على الاسلام او ينتقد الاسلام او ينتقد التعاليم الاسلامية له اسس فكرية يستند اليها لهذا اليوم دعنا لا نركز على المسائل الجزئية كالحدود وغيرها بقدر ما نركز على صلاحية الاسلام والاحكام الاسلامية لكل الازمان والامكنة ولكل الاشخاص خلينا عدائي النقطة العادة اذا تسمحني قبل قليل ذكرت انه الاحكام تتغير حسب الزمن يعني الحلال امس ممكن يصير حرام باشر او الحرام الامس ممكن يصير حلال باشر لا هنا استاذ الحكم شي يقول لا يمكن تغير الاحكام بتغير الازمان هذا رح يشوي انه كان ذا باعتبار حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام وحرام الى يوم القيامة استاذ ثوابت ثوابت الامة الاسلامية لا تتغير الى يوم القيامة اللي ذكرت حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه وحرام الاختلاف في الأمور الأخرى التي لا تصنف على أنها ثوابت أو لا تصنف على أنها مجمع عليها وبالتالي حتى الدستور العراقي من قال لا يجسن قانون يتعرض مع ثوابت الإسلام كانت فيما مضى في دستور 2004 أحكام الإسلام المتفق عليها في حين قالوا يابا إحنا ما عدنا أحكام إسلام متفق عليها بالعكس أنه عدنا أحكام إسلام متفق عليها اللي هي الكبائر وبالتالي حطوا هذه المسألة مسألة ثوابت أحكام الإسلام لكي تتيه الأمة العراقية والأمة الإسلامية في تفسير هذا المصطلح وبالتالي تضيع المعالم الخاصة بالأحكام الإسلامية المجمع عليها حتى فيما يتعلق بتفسير هذه العبارة من أرضت على المحكمة الاتحادية العليا لم تستطع المحكمة الاتحادية العليا تفسيرها لغاية يومنا هذا السبب ليش؟ بسبب غياب خبراء الفقه الإسلامي عن تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وبالتالي لو طبقنا الدستور وجئنا بخبراء الفقه الإسلامي من المذهب الحنفي والجعفري ووضعناهم في المحكمة حقيقة كل هذه الأمور الإسلامية ستكون حاضرة في المجتمع العراقي يعني اليوم أنا أتفاجأ من مجلس النواب يوجد لديه في قانون واردات البلديات نص يحرم المسكرات والمشروبات الروحية وتأتي قوانين أو مقترحات قوانين أو مشاريع قوانين تجهز استفاء رسوم وبالتالي اليوم هذا بسبب من؟ بسبب غياب الهوية الإسلامية المهيمة على نصوص الدستور وبسبب أيضا غياب الحكومة التي تأخذ بهذا الدور وتصحح المسار العراقي بما ينسجم مع أحكام الإسلام وبما ينسجم مع حرية معتقدي غير الإسلام داخل العراق أما أن نترك الأمر بهذا الأمور الترقيعية والأحكام المتناقضة التي ورثناها من زمن النظام الباعد حقيقة أستطيع أن أقول لك أن بناء الهوية الإسلامية سيواجه بالعديد من المشكلات والعراقيل واللي آخرها طرح في مجلس النواب مسألة قانون مكافحة البغاء قامت الدنيا وقعدت جاء الاتحاد الأوروبي والبعثات الأممية فهذا الأمر مجرم بموجب الشريعة الإسلامية ومجرد بموجب قانون مكافحة البغاء شنو الاتحاد الأوروبي يسمح لمجلس النواب أو الحكومة العراقية أن يعترض على تشريع هذا القانون داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب نحن اليوم الخلل حقيقة مو بالهوية الإسلامية وإنما الخلل بمن يقودون الدولة وهم لا يعرفون لا الهوية الإسلامية ولا الهوية الوطنية دكتور إذا ظلينا النادي بالهوية الوطنية وأهملنا الهوية الدينية وهو المطلوب العكس رح نوصل إلى حالة ممكن أن نقبل بالجندر والله قره القانون الوضعي وقره القانون وقرت بالدستور وبعد كن نقبل بيه وذريعهم موجودة الأمم المتحدة لا ترضى بأن يسم قانون خلاف القوانين الثابتة بالأمم المتحدة تحت أطار قوانين الصحة النفسية مثلا حقيقة هذا الأمر تمضي الدولة العراقية إليه بخطوات واسعة ومدروسة من قبل المجتمع الدولي ما يحصل اليوم حقيقة هو تدخل واضح في الشأن الداخلي العراقي من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وغالبية الممثليات الدولية العاملة في العراق وهذا الأمر وصل إلى حقيقة مسألة لا تطاق لأن من غير المقبول أن دولة عراقية تدعي السيادة والدولة العراقية تدعي أن لها دستور وسيادة قانون ومؤسسات وتسمح لمن هب ودب من الوفود الأجنبية التي لا قيم لها لا أخلاقية ولا دينية ولا وطنية أن تتدخل في تشريع هذه القوانين يعني اليوم أنا أريد أوجه رسالتي لمجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس النواب طرحتم قبل فترة مسألة تعديل قانون مكافحة البغاء لماذا لغاية يومنا هذا لم يصار إلى تشريع هذا القانون هل يستطيعون أن يظهروا للرأي العام ويقولون هناك تدخلات خارجية المسألة الثانية المسألة الأحوال الشخصية والحضانة وغيرها من عشرات المسائل مثل الوصية الواجبة التي تخالف بعض أحكام المذاهب لماذا لم يستطع مجلس النواب من 2005 نفات دستور 2005 لحد هسته أن يثبت للأب الحق في مبيت الطفل معه هذا الأمر بسبب تدخل المنظمات الدولية والدول الغربية لهذا اليوم حقيقة إذا بقينب نفس هذا المسار يعني قد نوصل لمرحلة بعد خمس سنين أو عشر سنين لا يوجد أي هوية لا دينية ولا وطنية يعني توصل مرحلة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري أي ابنية طرح طبعاً المشروع مرتياً في الحكومة السابقة أي ابنية تدعي تعنيفها بالإمكان أن يصار إلى أخذها إلى دور إيواء وبإمكانها أن تطلب الشكوى ضد أبوها وضد أمها وهذا الأمر يخالف الشرع ويخالف الأعراف الاجتماعية وبالتالي نحن نذهب باتجاه محول هوية الإسلامية بأدوات قانونية لهذا اليوم حقيقة الغزو جاي الدكتور إذن ليش مدعية السيادة ما ينظرون إلى هذا التدخل بالشؤون الداخلية بينما إذا يعني صار قصف لسفارة أو مقر للموساد تشوف كلها تطلع تطلع روسا وكأنه يعني هم أهل السيادة وهم أهل الدين وهم أهل الوطن نعم هذا حقيقة الأمر الذي ننتقده يعني دعنا نجعل الأمور في نصابها الصحيح كل قصف للأراضي العراقية من أي دولة إسلامية أو غير إسلامية يعتبر انتهاك للسيادة العراقية من الولايات المتحدة من تركيا سعودية كويت إيران كل الدول من تقصف داخل الحدود العراقية هذا حتى يتعارض حتى مع الإسلام في بعض الأحيان بالإمكان يعني إحنا أما عدنا دولة كفر ودولة الإسلام فبالتالي إحنا بالعراق يعني يفترض أنه حتى دستور نيبول تلتزم الدولة من مبدأ حسن الجوار إذا كان هناك من يعمل ضد مصلحة دولة إسلامية بإمكان هذه الدولة أن تطلب من الحكومة العراقية وتطلب من القادة الإسلاميين السياسيين طرد هذه الجماعة الإرهابية أو الجماعة الخارجة على الإسلام باعتبار أن هذا التعاون بين الدول الإسلامية ما جرم دستور جمهورية العراق ولا جرم القوانين العراقية فبالتالي لا يوجد ما يمنع من أن يصار إلى التعاون بين الدول الإسلامية من أجل طرد كل ما يعكر العلاقات الإسلامية والأخوية بين جميع الدول ولا تعارض بين هذا الأمر وبين السيادة الوطنية كان بودي أن أقف على هذه النقطة قليلا ولكن وقت الحلقة زاحمنا كان بودي أن أفترض فرضية لو كان مثلا أبو بكر البغدادي معلوم في مكان ما وقامت مثلا قوة تحالف الدولي بقصف أبو بكر البغدادي دون علم الحكومة المركزية هل سيأتي قائل ويقول هذا تدخل بشأن العراقية أم يقول هذه مساعدة هذا يعني إذا أخذناك مقياس مع غيره من الأحداث لكن وقت الحلقة انتهى على أمل المواصلة في هذا البحث في حلقات قادمة شكرا لك دكتور مصدق عادي كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا من قناة الأيام الفضائية كذلك شكري لكم أحبتي لحسن الضوء وحسن المتابعة التقيوا إياكم إلى لاك الحين أستودعكم الله وسرعيكم في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا لكم